طيب إذا كانت الشموع الحمراء أضقت هذا التاريخ العظيم لهذا النادي الكبير فماذا عن مجلتنا مجلتنا صدرت مجلت الأهلي الأسبوع اللي فات العدد الجديد فمن أربعين سنة ماذا كان في مجلت الأهلي خاصة أنه كان واحد من فرسانها وقتها المهندس عدل القيعي كان له حوار مهم جدا مش هطول عليكم ونشوف هذا التقرير الذي يتجول في عدد مجلت الأهلي منذ أربعين عاما بالضبط مجلتنا منذ أربعين سنة وتحديدا في عددها الذي حمل رقم 309 والصادر في السادس من ربيع الأول 1400 هجرية الرابع والعشرين من يناير 1980 ميلادية حملت العنوان الرئيسي على غلافها ماذا يريدون من الأهلي وفي باقي العنوين الخطيب وشريف للهجوم في لقاء الأهلي وإسكو وفي عنوان آخر الأهلي يهزم الزمالك مرتين خلال 168 ساعة فقط وفي عنوان عصر المظاريف انتهى إلى الأبد أشارت مجلة الأهلي أنها لم تكن تريد الرد على الحملات المصعورة ضد النادي بغرض نيل من فريقه لكن ما باليد حيلة خاصة وأن هناك حسابات تصفى والضحية هو الأهلي وتابعت المجلة أن عصر المظاريف المغلقة انتهى وولى عهده وعقارب الساعة لن تعود أبدا للوراء وتحت عنوان ماذا يريدون من الأهلي رصدت الصفحة الثالثة بالمجلة الحملة المصعورة ضد النادي والفريق الأول بالإضافة إلى كاريكاتور ساخر عن فرقة الحاقدين وفي الصفحة السادسة وضع حسن حمدي مدير الكرة بالأهلي النقاط فوق الحروف مؤكدا أن النادي لن يقبل أي هجوم شخصي على جهاز الكرة ومستر هيدي كوتي وتابع حسن حمدي أن الكرة في الأهلي بخير وسيحتفظ ببطولة الدور بإذن الله كما أكد مدير الكرة بالأهلي الترحيب بالنقد الرياضي الموضوعي والبناء في أي وقت كما شهد العدد حديثا خاصا بين المهندس عدل القيعي والمايسترو صالح سليم أكد خلاله صالح سليم أن الجمهورة هو اللاعب رقم 12 وأن سوء عروض فريق الأهلي وقتها سببها اهتزاز الثقة بالنفس وتطرق الراحل صالح سليم للحديث عن أعمار لعبين نادي الأهلي والحديث عن اعتزال بعضهم ورأيه في النجوم الكبار وأهدافهم الضائعة وفي الصفحة السابعة ركزت المجلة على تواجد محمود الخطيب نجم الأهلي كسؤال في امتحانات كلية الإعلام كما تناولت قصة الهدف التاسع والسبعين للخطيب والذي سجله في مرمى المنصورة ليتربع على قائمة هدفي الأهلي في تاريخ الدور الممتاز وفي الصفحة ذاتها دافع عبدالعزيز عبدالشافي زيزو عن نفسه مؤكدا أنه لن يعود إلا وهو جاهز تباما مؤكدا أن لقاء الزمالك الثاني سيحسب الدوري أستاذ إبراهيم لا جديد تحت الشمس ماذا يروضينا من القائلة شوف من أربعين سنة كان فيه هجوم فيه هجوم على مصر هيدوكوتي كان يهتز الأداء بعض الشيء النهاردة التاريخ بيقول إيه على مصر هيدوكوتي وجيل ده جيل سبعينات الجيل العظيم والمدرد الجيل العظيم والجيل العبقاري والجيل الذي يجب أن يتبوق كل المناصب وإن هيدوكوتي ده قاعد عبقرة التدريب الذي غير الكرة المصرية وغير التاكتك ودخل يعني بيبقى ما قبل هيدوكوتي وما بعد هيدوكوتي بتقرخ للكرة المصرية عشان النهاردة تجربة الفارقة يعني النهاردة إحنا في نفس الزرف الناس ما تحكمش على الزرف في لحظاتها إنت في لحظاتها بتبقى استنوا التجربة تكتمل التجربة تكتمل وتشوفوها وتشوفوا المشهد وطبعا كابتن صالح طول عمره ينشد الكمال فما كانش يقتنع إن فيه شيء عظيم يعني إنما هو كان دائما يتحفظ لكن دائما يسعد فقرة دي من أهم الفقرات اللي لازم بس المرة تفكرنا إحنا كان وضعينا شكل وين دا كان أو كانت تطلالة على مجلة الأهل من 40 سنة وأعتقد استمتعنا زي ما استمتعتوا حضراتكم بالتأكيد بفحوة هذا اللقاء المهم جدا دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع لخيانا